على المنتخب الوطني التونسي وكيد المقابلات للزوز المهمين ضد جزر القومون البرح كانت دعوة محمد أمين بن حميدة دعوة في شئتن شوية الشارع رياضي في تونس كيفاش تقبلت مجدد دعوة هذي؟ بالله فرحت بالعكس أنا شفتها مانتا الملعب يدي مانا عنده مدة يلعب أساسي في الترجي يلعب في الأونيفو قاعد يخدم رغم لي فهم انتقادات صحيح من بعض الجماهير اللي بعد ساعات ما تكونش راضي على بن حميدة لكن شوفنا الملعب هذي ديما يخدم في صمت وديما معنتا يحاول باش يتطور اليوم اعتقدنا إذا أنا شايف من الصالح أنا المدرب فوزي بن زرتي اللي حتى واحد ما يشوك في الكافاءة متاع وشايف من الصالح باش يستدعى اليوم بن حميدة ما ينزمنش معنا نتفاجو عبيتو معنا موسيح بشتغل عب تيتولير في الإسبيرانس ودت سنوات وهذه معنا ربما تتويج الخدمة والعمل اللي قاد يقوم به اللي عب هذي يا مجدل بن حميدة في الترجي قاعد يلقى في انتقالات كبيرة من الجماهير وحتى شوفنا المقابلات الأخرين حتى كاردوزو بدل استعمل أيمن بن محمد معاش تعتبرها منطقية معناها الدعوة؟ بالله يشوف وقت واحد يلعب تيتولير في الإسبيرانس مع المدربين اللي يجاول الدول على الإسبيرانس من معين شابان من كاردوزو ويلعبوا في بن حميدة تيتولير شنو غلطين فيها؟ معنا يهم ليعبي يستحق باش يكون تيتولير حتى بن حميدة كيتخل بتخل على الأساس ديمة معانتا يدخل بعد بن محمد وقت خل يدخل على الأساس بعد بن حميدة لذلك معناها تيتول في البوست في الترجل معقولة لكن اليوم عنيش نحكموا مش الجميل كل راو بعد الجماهير مش الكل معناها أعتقد حتى نشوف بن حميدة في الماتشويت في الإسبيرانس صحيح ما هوش هذك الستار متاع الفريق ما عندوش اسم كبير لكن نشوف المردود متاعه ديما بانتظام ديما اللاعب يشتهد ديما يحب يطور من نفسه ديما يلعب بالروح بالقليب متاعه عليش نكونوا قاسين على الملاعب هذي خلي نشوفه ربما في المنتخب في المنتخب كي يجي الفرصة متاعه ربما نكتشو ملاعب آخر مهدي سنين نشوفه مثلا نمين الشيرني بلاعب ما تستنينه برشا سنينه مثلا فرات السلطاني كيف كيف على اتحاد المنستيري بن حميدة الدعوة مفاشقة شوية ولا بلال بالنسبة لي كنتي باي سانح بنعلق شوية علي قالوا مجدا فيما يخص بن حميدة بعد تو نعطيك المعطيات لي عندي فيما يخص الاختيار هذا هو جمهور عمرو مكيري بيرا كان في تونس الجمهور يهاجم في اللاعب مثلا مدرب بانجلترا في كاسو مامورو بالمر اظهر لي احسن ملاعبي في بريمير ليغ اسلام عمناول في تشيلسي واكثر ملاعبي دي سيزيف واكثر ملاعبي مساهم في الهداف وما يلاعبوش بشكل اساسي رغم انتقادات الجمهور وكذا مخلي غريليتش مهزوش رغم نشوفه مستوياته في البريمير ليغ ما قالوش رعوا جمهور وكذا احنا جمهور الهنا نحلو به برش والله يردد فعن الجمهور والله يفاجد جمهور محترامي بطبيعة للطرح متاعك عمره ما كان جمهور مقياس بالعكس انشوفها شخصية من مدرب ها نذكرك بحاجة مثلا شكون يسبه وفي بنا حميد 99% جمهور الترجي رادي تونسي معاناها فئة كبيرة من جمهور الترجي معاها لندية الاخرى اللي بطبيعة منطق جمعيات كل ملاعبي بشي تسب من جمعية اخرى صار مجدا نفس اللي صار مع رائد بوشنيبة قبل ما يمشي للتربس بتعمل مضخب التونسي من جمهور الترجي بي دوراه معانا يشوف العقلية كيفية ولينا في تونس يقزموه الملاعبي ما يسندوه شانا نقرأ وقتها في صفحات سلام على رائد بوشنيبة جمهور الترجي يسبفي رائد بوشنيبة يقول كيفية الدعوة ذي هو مانبا عنده بلاسة في ترجي كلمة لاعي براو ما يجيش وهو كأثبت انه مستواه معاناها جيد ما نقولوش اكستراوردينير فزوز ماتشويتلي فاتو مدغشقر وغامبيا وشكون عطانا لأسيست متاع البونتو وهو رائد بوشنيبة اعطال بالرمضان وباش نعطيك معلومة بش يلعبوشنيبة منتظر الماتش هذي معناه خليوا الناس تخدم مخيابنا في بعضنا مخيابنا منقولوش اراو فما رفما عائلية تتحز على ملاعبها ذاكرا الملاعب يبيدو ينجم يتأثر نفسانيا نطيح ونعملوا متركاج نتنمروا على شكله على هوا ما يعرفش يمشي هوا سقيه الزوز يصار مخيابنا والاخياب من هذا الكل اذا كان المدربين في تونس حتى احنا الصحافيين نقرأ وحساب الجمهور جمهور خليه في العالم متاعه حر فيش يعلق اما والله نتفاجأ انا والله فاجأت جماهير تشمني في الجمهور انا هذي اخو يا فوزي بنزارتي عنده اسلوب اخر تماما في الخدمة اخر هام هو الجمهور بالنسبة لي هو فما مقاييس انا مش ندافع عليها رو نعطي في المعلومة وراها لو جيكا على الاخر بورطان حبيت نشوفه شيرني حتى من عمناوي وقت كان بيرفورمو اكثر وبش يجي وقت لازم ياخو فرصته مثلا المدرب يقوله كان هتوا عليه العابدي مضروب الماتشل هو المضروب يبدو 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 دعوت بنحميده من اجل انه يلعب اساسي حسب هك المعطيات شوية اللي بديتت توضح اه اه ابش نعطيك الترح اسلام تعليطار الفني فيما يخص بنحميده عليش بنحميده بالذات اولان يقولك عنده خبرة في الافريق العاب في المنتخب التونسي قبل اه فهم اوتوماتيزم بينه وبين الحارس مميش ومر يحكي في كيف وينجم يلعبوا شنيبه مالغادي معناها وطالبي براتيك مول شرنير كل لعبت مع بعض لهناها شي قولك الليطار الفني قولك انا نمشي اكثر في بنحميده على اللي سار لانه اه معلومة بشير عبيوسف المساكني على على البوست متاع اليهي قوش وبالتالي يمساكني معندوش برشة ربلي ديفونسي في قولك يعاضت شوية معاه يعمل الكيليبر على الجهه اليسار هاوك بنحميده قدامه مساكني معناها راو ميش نبرر في الشواء معانا شواء عالمي وسحيه ووري فيك فما دي كريتير مشيت صبت نحو بنحميده يكون في المنتخب عليش نصلخوا في الملعبية متاعنا فتخوا فيه من بعضهم كونو روبرتو كارل صليعان نحن في تونس ممكن جاء مرتضاء بانو الناس مش مضروب مرتضاء اوتوماتيك موالعب ريار جوش معناها قاعدين نعملوا في دي بولي ميك سليب زايدة والخلاصة نعود ان قبل خايبين وما نحبوش بعضنا ونحبوكين نقزموا بعضنا ونسخروا من الناس هكا باطل ومعناها ربي يهدي هجمات خايبين اه وين شوفت الصخر يا معنا نحنا 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 نحكي ونتوى على على اختيارات اختيارات فنية معنا لا تحكي حتى على الجمهور اختيارات فنية هي قبل النقاش قبل النقاش قبل النقاش ما مش بالتعريقة طعمات ركاجة اللي يصير في فيسبوك انت قلت فيجة الجمهور انت لطفتها هي خليت الجمهور اه يعتدي على اللاعب لفظيا ومعناويا فما كي تيريك اخي مين عايش انا نعريك فيسبوك انا نعريك فيسبوك معناه في ريتا بلاي سامحني كلمة بارك شوفتك نقولوا راهو فتا رجي ما عندوش بلاسة كيفش جيل المنتخب راهو بن علي في اللي طوال ما عندوش بلاسة كيفش جيل المنتخب في كيفاش نعملو نصنعهم لعبية اخرين نجيبهم لعبية من كوكب زوحاق نحنطوهم مقاييس اللي قلتم كل صحاح معناها فلونطانت ما عنده معمليه معلومات تعطيتك معلومات ممكن فما قيس اخر تعرف فوزي بن زرتي يحب اللي جوردو كاركتير وليلعبوا بالقليب وذيك الروح ويندفعوا فما خصال في بن حميدة مع مواصفات موجودة فيه يلعب بالروح متاعه هذي النقطة اللولة ثاني حاجة تصور بن حميدة يلعب ويخرج طرح كبير شتخول الناس وقت شتخول انت بزال يتفكروا بن حميدة يغلط يا مجدة اما السؤال هو حتى فتا رجي موشون فرم والدليل اخر مقابلات استغنى عليه كاردوز ولاعب بن محمد ستتونزيا لعب تيتولير ايه استبعد بعد ستتونزيا فما روتاسون بتعمل لعبية اذا خرج رجي رتح رجي ما انت مو رجي خايبة ما في القمة متاعه بن حميدة تلق مع ترجي متقلق مع ترجي لهم بن حميدة لا ستتجور اوتيل مش لازم مني قتلك سمحني اعطيني في جورة الكيب ناسونال تولي من لعبية ستار اللي عنده النجوم الكبار ولي جيبونا الطرح ولي دا ما يلعبوشي اللي كي بنسونا لناقصة حتى واحد كل مدي جورة موها ونفس المستوى وشوف نعرفو هذي شوفنا بعد مدة ساعدة السنوات اسلام هنعطيتك ابار الوحيد سمحني يوسف المساكني الفلتة اللي في وقت يبدأ في نهار وفورمت ويجيبونا الطرح شوف قبل نهارين من الماتش قبل ثلاثين من الماتش تحطيت انت في سيتيوازي ومتاع العابدي مصاب فهمت سلام شكون في بلاستو شكون الملاعب اللي غدوة تهبتو يلعب ومرتضاء يبقى الفني مصاب لا مصاب مضروم مع قاسم بيشا ملعبش الماتش اللي فات في تركيا بالتالي اللي طار الفني شايف فورت السلطاني شايف هشام بكارة ونعطيك الاسمان بلزموها كنت مطروحها وشيرني معناها القاء اللي بن حميد حاضر يلعب في الافريق يلعب في معناها في نيفو عالي مستوى الفنين اختلفوا فيه فما اللي يقول ملاعبي كوريكت فما اللي يقول اقل شوية فما اللي يراه دوتون زنطون يعمل مقابلات كبيرة المهم ما مايش حاجة كبيرة راه ولا يرجوش وقفنا مهدي يبدو لي بش يكون اساسي حسب المعلومات اللي عندك كنت نحكي فيها دجا اللي هو يناجم يكون اساسي نفهم قاعد تنسق معناها نعود لك كان يناجم يكون اساسي معناها هنا المنتقوين بلاست حسان بن علي اللي يجي لول سمعتك قلت ترمى اوتوماتيزم بين الملعبية يعنيش مش ملول بلاست حسان بن علي يكون موجود الخاطر كان في ملعب دي اللي هو سابق ومزوز ايه دونك هو قبل حسان بن علي دونك يكون العبدي وبنحميدة المنتقوين في كيفي انه يكون هو اساسي قبل حسان بن علي اللي يجي قابله اسلام اهو انفسارك اهل معلومة اللي عندي ارموش تحسب فيه ماناها فم مميش فم مرياح فم بوشنيب معناها براتيكمو لاكس التالي واللي زرير لعب معهم وكوشي فم مقياس الخبرة وكذا ما قلنا عليه روضي مقياس لتعرفاني مقياس الاخر يجي لعب على الجهة اليسار قدام يوسف المساكني يوسف المساكني يوسف المساكني يقول لك لتعرفاني نعمل يقليب على الفلانجوش يعاضد المساكني فارجو على التالي واضحة بن علي اكثر نزعة هجومية والله انا رأى حاجة عادية جدا وراها معطيات منطقية فنية وربما يروا يبدأ بن علي اما البارح المعلومة اللي انا فهمتها عندي لا نعرف معلوماتك فاب تديم ايه ما تتغير الوامور 48 ساعة متعرش عليها اما هذه المعلومات اللي عندي اكثرية تكنيك اكثرية خاطر فما يوسف